فهلاً لتصحيح تصور عند الطرفين ولكن أوقات بتستحيل العيشة ما بين الزوج والزوجة بيبقى في وقت خلاص بيبقى فيه انفصال وهو أكيد أبغض الحلال عند الله ولكن بيبقى هو العلاج من ضمن العلاجات الكي وممكن يكون هو أصعب علاج من ضمن العلاجات ولكن بيضطروا له في وقت الانفصال بتلاقي مشاكل كتير جداً ودي منها إن يا إما ما سكها من إيدها اللي بتوجهها اتنزلي عن كل حاجة ابريني اعمليني يا إما هاخد منك العيال يا إما أنا همرمطك وأفضل معلقك كده وسايبك زي بيت الوقف إحنا عايزين من منطلق القرآن الكريم وسرحهن بمعروف خلينا نشرح الآية وخلينا نشوف لو لا قدر الله لا قدر الله اتنين بينفصلوا المفروض أداب الإسلام زي ما دخلوا بكتاب الله بينفصلوا برضو بكتاب الله المرأة التي انفصلت عنك أو انفصلت عنها حاولت المرأة الأجنبية يعني غيبتها مثل غيبة أي مسلم أو النميمة أو فضح الأسرار قال صلى الله عليه وسلم إن مشر الناس عند الله عز وجل الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه فيصبح وقد نشر سرها فنشر هذه الأسرار هو من الكبائر التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجب أن يتعظ الإنسان يجعل نفسه موعظة أنه هو لما يبيح هذه الأسرار خصوصا إذا كانت هي تربي لازالت تربي أولاده يعني لما تريد تشوي سمعتها بالأخير أنت تشوي سمعت أم أولادك يكون هناك مادة لتعيير أبنائك في أمهم لأنه أنت بالأصل نشرت خسيلها ونشرت أسرارها وكثير من الرجل والنساء ممكن يبدر منه نقص يبدر منه هفوات هذه الأصل أن تستر ولا تفضح ومن الإحسان ومن تمام الإحسان عند التفريق بين الرجل والمرأة أن يؤدي إليها حقوقها كاملة من المهر ومن النفقة وأن يطلقها طلقة واحدة يعني حتى يكون هناك مجال الاسترجاع كما قلنا أنه الأصل الطلاق هو آخر الكي البعض يقول أنه فيه دوافع بتبقى مش هنقول دوافع انتقامية ولكن دوافع نفسية وروازب وهي اللي اضطرتني أن أتكلم عنها بالشكل ده وهي تقول هو اللي يكلمني أنا ما شفتش منه شوية ده بحبيني عندي نصيحة أنا بالأصل يعني اللي يتفرقون دائما أنه يكون هناك أنه تقطع وسائل الاتصال يعني فيه عقدة عند بعض المطلقين أنه يحب يتابعوا أخبار بعضهم أنه هو يترى مبسوطة من بعدي أو هو مبسوط من بعدي لا نتشوفه بعض لو هي تبهدلت ولا هو تبهدل أنا أكد معيشته حتى لو هو تبهدل بزواجته الثانية أنا أشمت فيه أو أنت لما تركتني ورحت فالأوضل لو كانت وسائل اتصال الكترون يكون في حظر يعني الأرقام ما فيش تواصل أو إذا كان تواصل اجتماعية ما تسمح أو هو ما يسمح تنقل أخبار ما بعد الانخصان هنعلم